السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً من الجميع معكم أختكم سارة محمد الشيخ رئيسة قسم مكافحة العدوى مركز جدار طب الأسنان التخصصي طيب نحن نتكلم مع عربي إنجليش عشان الجميع يستفيد المحاضرة في البداية بعنوان معايير وأساسيات مهارات مكافحة العدوى بعيادات الأسنان الأوتلاين في البداية لحنتكلم عنها الانتردكشن وهانت هايجين بيرسون بورتكتف اكيومنت رسبيرتوري هايجين عن كف أتيك كلينكال اس بيس أوبنينك في الانسترمنت باكيش بريفنشن شعب انجري ويست منيجمنت طيب إحنا العامليين الصحيين في مجال عيادات الأسنان سواء كنا دكتورز ولا دينت الأسيستين ولا دينت التكنيشن ولا اللاب تكنيشن معرضين لعوامل كثيرة تسبب انفكشن سواء كانت عن طريق البلد ولا السلايفا ولا أدر يعني طرق أخرى مثلا عن طريق الانسترمنت إحنا أول مرضى معرضين لهذه الانفكشن فعشان كده لازم الكل يكون ملم بجميع معايير وأساسيات مهارات مكافحة العدوى في عيادات الأسنان طيب أنا دائما أحب أبدأ بمحاضرات بالستاندر بروكوشن الستاندر بروكوشن اللي هو الواء اللي إحنا بنستخدمه مع جميع البلد حتى لو استخدمنا أي أخر بروكوشن سواء كان الابتدار بروكوشن الاربول بروكوشن إذا كان البيشن تي بي أو الكوفيد بلس أنه لازم الستاندر بروكوشن يجينا اتصالات مرة كثيرة هذو البيشن تجاه فيه هذا الستاندر بروكوشن أمشي الدر بروكوشن مع جميع المرضى الستاندر بروكوشن يعني يعني أنا أكون لازم ملم وطبقت هذه الكومبورنت الهانت هيجين وحنتكلم بالتفصيل عن نقطة نقطة والسيفتي والسيفتي والسيف انجيكشن براكتس ورسبيراتيوري هايجين والبي بي اي طيب نجي عند الهانت هايجين ضروري الكل حتى البيشينت احنا لازم نكون بورتم علقين السعين اللي فيها طريقة تغسل ايدي ولا استخدام الكحول الكحول هادنتايزر لازم الكل يكون ملم بطريقة تغسل يدين ومو بس ملمين لازم نكون نعملها بطريقة صح وتكون عادة خلاص من العادات الصحية اللي احنا مفروض نطبكها في عيادات الاسنان او برا عيادات الاسنان طيب في عيادة الاسنان انا لازم اكون عندي الفاسيليتز والسبلاي ايش هي الفاسيليتز والسبلاي حتى الهانت هايجين عندي سينك السينك هذا في العيادة مفروض ان انا كمان اكون فاصلة السينك اللي استخدمه لغسل الانسترومنت ولا غسل الامبريشين او استخدمه اي شي تاني منفصل تماما عن السينك اللي استخدمه للهانت هايجين ويكون فيه هوت and cold water وفيه كمان عندي antiseptic swap وpaper towels لازم تكون موجودة في كل عيادة at least واحد في كل عيادة طيب وكمان في ال other department زي the x-ray department زي ccd زي اللاب لازم تبرضي يكون عندهم sink for the hand hygiene طيب احنا متى بنعمل ال hand hygiene سواء في عيادات الاسنان او في اي مكان تاني انا مفروض اني انا قصري من المشآت الصحية المفروض اني عندي 5 moment اني اعمل مفروض ال hand hygiene قبل ما امسك المريض قبل ما اسوي اي اجراء للمريض طيب سويت اجراء للمريض بعد ما مسكت المريض بعد ما مسكت اي شيء surrounding the patient surrounding the patient احنا هذا بصادفنا مرة كثير في عيادات الاسنان مسكت وكرة الباب مسكت الكمبيوتر مسكت مثلا شنطة ال patient مسكت فيه patient يعني بيستعينوا بين ال wheel chair مفروض اني بعدها لازم اعمل hand hygiene سواء بالالكوحل ولا الصابون طيب بصادفنا حالات وقبل كده اتخذت عليهم ملاحظات انه فيه doctor solar system بيمسكوا المرضى بيعملوا الشيكة عادي بيمسكوا الشيك وده برضو من غير بيقولك لا انا ما ساوت شيء لا هذا مفروض بيعتبر ان انا قاعدة بمسك ال patient بمفروض اني قبلها اعمل hand hygiene طيب انا عندي نوعين hand hygiene hand washing وال hand rubbing ايش احسن على حسب الوضع اللي انا فيه متل مفروض اغسر يدي استخدمت hand rubbing اكتر من 3 ا 4 مرات اتكب شيء على يدي دايريكت شيء شايفه دايريكت كده في يدي مفروض اني بعد اغسر يدي يدي صارت استيكي خلاص بودر وفرض اغسر يدي تعرض patient عندهم حالات تنتقل على طريق ال contact زي ال C-Daf اللي بيكون اكتر شيء معاهم دايري وفرض لا بعد اغسر يدي طيب الكحود عندي سهل ومتوفر في كل مكان واقدر اعمل يعني بسهولة لي او لل patient حتى مفروض ان يكون متوفر وسهل في كل مكان الفرق اللي بينه والطريقة الاثنين زي بعض نفس الطريقة مفروض برضو زي ما قلت لكم بتكون معلقة على كل على كل في الكوريدور في المفروض ان تكون موجودة الطريقة الصحيحة الفرق اللي هو second hand washing sorry اوشي حابدأ بال hand rubic عشان نحفظها زي كده 20-30 hand washing حدبلها 40-60 فيه كمان عندي اللي هو surgery surgical hand hygiene هذا ما انتا بستخدموه لما بتكون عندي حالات سجري اللي بيفرق انه بيكون above the album نفس الطريقة وكلها بس بيكون above the album طيب نيجي النقطة البعدها البي بي اي كلنا بنلبس بي بي اي للباشي بس المفروض اني ألبس صح وأشير صح نفس الشي بيكون لازم الساين متعلقة عندي في العيادة واحنا الفيكشن كنترول مفروض بنعمل education دائما دائما بنعمل education على هذا المطوع وبنشوف during the round بنشوف الملاحظات فأتمنى الجميع من جد يلتزم بلبس البي بي اي واحدة يقولك أنا بس كشفت عليه طيب يا شماعي هذا patient مفروض اني ألبس ألس الماسك الكلبس إذا مثلا ما شغلنا الهاند بيس لازم ألبس الماسك والكلبس طيب زي ما قلنا نلبس صح ونشير صح نبدأ بالقون بعدين الماسك في ناس بتكون لابسة ماسك طول الوقت يعني عشان protect themself مفروض الماسك اللي أتجول فيه مو نفسه لشتغل الpatient each patient single mask القون نفس الطريقة حتى واحد يقولي أنا بس شوفت أنا بس لا مفروض انه each patient single بي بي اي أخلص منه أخد وأرمي طيب بعد قلنا القون الماسك بعدين الفيس شيلد آخر شيء الغلافز حاجة حشيل حشيل بالعكس حبدأ آآ حبدأ بالغلافز آآ وأعمل بعد آآ هاند هايجين أبدأ أشيل الفيس شيلد نتفق أنه كل حاجة في بي بي اي ما أمسكها من قد دام لأنها كلها كانت معرضة للإنفكشل الفيس شيلد أشيله وأرمي دي سكارت إنه كان عندي السيبلاي آآ بي شورتش برضى يعنوني السيبري بس ما ينحط على أي بنشاك بعدها أشيل القون برضو نتفق القون الماسك أفتح تحت بعدين فوق أفتح بطريقة بسهلة مو أقطع كده بقوة إذا اطررت القطع أقطع من مكان بسيط يعني يدي كده تكون قريبة من بعض مو الطريقة اللي هي أنا أكون منفاعل يعني أفتحها بقوة طيب ومفروض إنه يتلف القون كويس ويترمي ينضغط لأنه هاتي الوست كونتينر عليها وزنية وآخر شيء الماسك نفس الطريقة هفتح تحت بعدين فوق لو نفكت الفوق حيطيح يعني على نفس الشس في حلوث المكان فزي ما قلنا نفتح تحت بعدين فوق وعمل بعدها هاند هايجين طيب نجي لرسبيراتوري هايجين إذا أي أحد حسب أي أعراض تنفسية لازم كبر دير نوز والماوث بايدا ماسك وإذا مثلا مفروض إنه يكون تشو كمان يكون معا ودسبوز اليوز تشو عن دا ماسك وبعدها نعمل هاند هايجين وإذا كانت في عيادة عندكم صحة الموظفين نبلغ صحة الموظفين بالعراض التنفسية اللي عندكم وهم ووجهوكم طيب نجي للنقطة المهمة اللي هي كليليكال كليليكال إسبيس بفور شكي لتباشن مفروض على نهاية الباشن بعد ما أعمل ديسينفكتة أرفع الكورسي ليش عشان ثاني يوم الصباح بيجي الهاوسكيبي ويبدأ يعمل كليني للأريا فقط اللي هو للأريا والسيف اللي هو ينظفها إيش هي هذه الأريا الفلور السينك والديسك اللي هو تبع كومبيوتر أي شي تاني المفروض الهاوسكيبي ما يمسكو حتى لو ما ينفع ما هم ملمين بالطريقة الصحيحة وبالإضافة أنه المفروض يكون عمل عن طريقة بردو باستخدام الموب صح الموب اللي يستخدموها في العيادات ما يستخدموها بره في الأماكن التانية في عندهم محالية خاصة للتنظيف المفروض أنه كمان عندها يعني وزنية بيكونوا مدربين لكيف عمل التنظيف الصحيح وبالإضافة أنهم مدربين أيضا للهاند هايجين ولبس البي بي طيب نجي البي بير للكلينك أنا دخلت العيادة خلاص الهاوسكيبين نظف أبدأ أنزل الكرسي أعمل هاند هايجين وألبس البي بي أعمل كلين ودس اعمل كل السيرفيس التي قد تتشينج قد تتشينج باية 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 طيب وحنا زي ما قلنا ما حمسة المناطق اللي هي الهاوسكيبين مسكها بالإضافة أني مفروض أعمل أبدأ أعمل فلاشينج أبدأ أعمل فلاشينج لجميع ما خارج المياه الهير ووتر السكشينج الهاند بيس وتكون ودا ما تكون كونكتة الهاند بيس للووتر لاين طيب كم هاد الفلاشينج هعمله الصباح من دقيقتين لثلاث دقائق وبتوين تبيشين 20-30 ثانية سواء أنا ولا الدكتور أبدأ أعمل فلاشينج من 20-30 ثانية طيب إذا شفت الموايا زي كده صفرة بعد ما أعمل الفلاشينج أبلغ الصحة العامة المفروض إنه المياه المستخدمة في عائدات الأصناع تعمل لها وتعمل لها تست كل 6 شهور من جميع مخارج المياه فإحنا الفيكشي كولترول ديبارتمنت بيرجع لنا كمان النتائج هذه فإذا كانت أكثر من 500 نبدأ نتخذ إجراء إنه نوقف العيادة نشوف البيوميديكال إيش عملوا معهم إجراءات وما ترجع تشتغل العيادة إلا لما نرجع نعمل تست ثاني ونشوف نتيجة نتيجة صح كارت 500 وأقل تشتغل العيادة طيب المفروض إنه أنا أعمل زي ما قلنا أعمل لنفس السكشن في عندي حتكون عندي محالية تطلبها من المستودع اللي هي الدايلي والويكلي لنفس السكشن طيب بالإضافة كمان الووتر لاي منشمنت تتعمل لها أد الاند في دا واجي أنا على بداية الأسبوع أعمل فلاشنج زي ما قلنا الصباح من دقيقتين لثلاث دقائق طيب التوبث طيب عندي طريقتين يا أني أعمل سبري وايب سبري يكون عندي نفس السبري أتخذ نفس أشوف ونفس الطريقة وكب بيكون بيكون تقريبا يعني بأعمل سبري سكستين سكن وبعدين أعمل وايب سبري برة ثانية وأخليه وأبدأ أعمل أبدأ إذا بحط الباريير أو في طريقة ثانية بتجي زي كده البوكس اللي هي وايب ديسكارد وايب ثاني طيب بعد أعمل خلاصة ديسكارد أبدأ أعمل كفر لكل الأيريا هذي الموجودة في العيادة بس رجعا ما يتعمل الباريير إلا والباشن برة لحد يقول أجهز الباشن جاي الساعة 9 الباشن جاي الساعة 10 لا مفروض أنه الباشن برة أنا أبدأ أحط الباريير خلاص بلغونا الباشن برة أبدأ أعمل باريير لكل الأماكن هذي الموجودة في العيادة الهيد ريست الكنترول بوتر واللايت باحن بحط كمان الير ووتر سيرنج إذا كانت نفس الير ووتر صح المجد اللي بحط عليها والهاي بوليوم اللي هي السكشن واليونت سويتش والسلايب ايجيكتر وأي أخر سيرفيس بتستخدم إذا مثلا عندي ماشين الكسرين ماشين اللايت كيور كلها بحط عليها الباريير طيب أنا جهز العيادة بقول لي منظر هذا بقول المقبول بقول لي أنا لابس البي بي الاسيستر ولا الدكتر بيخرج بناد الباشن لا بليز المفروض أنه أنا لابس البي بي المفروض أكون فقط للبريض ممكن يعني هو الموضوع ثاني ما حياخد وقت أنا أتجهز أنا لا هو الموضوع ثاني جهز البي بي وروح ينادي البي وارجع ألبس البي بي بس إني ما أخرج عشان أعمل ما أخرج عشان أنا لابس البي بي البي بي فقط للبي طيب أجي على الانستر أنا حجهز أنا عارف الحالة إيش عندي طيب أول حاجة أعمل على هذه البكيجات اللي هي جاية من السي سدي البكيج بس بي إكزامن وإنشور دات سيد إز إنتاكت ما يكون فيها تيرز ما تكون ويت لو كانت زي كده مفروض أني رجحها للسي سدي الانستر برضو وإنه لما أجي أفتحها أجي أفتح من غير توتشنج أجي أفتح نفس البكيج أفتحها من غير ما أمسك أي الانستر من الداخل طيب كمان البكيج هادي شوط بي أوبني وإد كلين حتى لو مسكتها مثلا من غير كلابس زي ما قلت تكون الهاند كليني وأمسكها من فوق ما أمسك الانستر طيب وأشيك أنه لازم يكون في ال داخل كل باوش طيب جرس البكيج أبدأ أنا أجهز أفتح الانستر من الداخل ولا تفتحوا الانستر قبل ما يدخل الانستر أي شي هفتحه أفتحه قدام الانستر أفتح زي ما قلنا من غير ما أمسك أبو أحط قوز أبو أحط كوتر رول كل شي أفتح من غير ما أمسك أي شي من الانستر من جوه تمام وما أحط يعني مثلا أنا في حال إني أحتاج الانستر أجهز جنبي على البنش مو أحط على نفس المكان مفروض المكان اللي أنا هشتغل عليه اللي هو نفس التري ولا نفس السير اللي هو في نفس اليونت مفروض يكون كلين وستر أحط عليه فقط أدوات من غير الباوش أنه الباوش تي بتعدي على شي مركتين من بره صح من جوه إنه مأقمس ما محنا متأكدين على الباوش من بره طيب أستخدم الربر دام الهاي فاليوم لازم يكون شغال طول الوقت وتتش فيو سير يعني ما أقعد ماسك هنا وهنا نحاول قد ما نكتر أنه تتش فيو سير فس الواش هند ادوز تكحول ادرب ري غلابس وإذا فريش غلابس إذا مثلا في حال تقطع معايا غلابس أعمل هاجين تاني وألبس جديد و لا تترك الكلينيك وأنا لابس البي بي اي اتحرك بي بي اي حسيت أنه مرة طر علي بلد كثير أو سلايبة كثير وفرض أن أغيرها لا تستخدم اتحرك اتحرك على المكان خلاص حتى ما أمسكها خلوها إذا اضطرت أشيلها أشيلها بالغلابس وأحطها في السينك وغير الغلابس أنا عديت أنستيزيا وهذه الحالات تجينا كثير أعمل لها ركاب زي ما قلنا حوريكم التكنيك اللي هو مفروض بالون هان تكنيك و دون تباست السيرينج و يعني بأحيان في حالة صادفتنا أنه كان بيدو طيب والطفل بيبكي كده في الدكتور وهم كده في حالة فناول الأسيستن السيرينج فهي حصل معاها وقتها إنجري من غير ما يعمل ركاب فرجاعا قد ما نقدر ممكن أنا أقرب منه مثلا التري وهو يعمل ركاب طيب طيب لوك فرس بفور ريش المفروض أنتبع على الشارب أحاول قد ما يمكن أبعدها قد ما يمكن أحاول أشيلا هي أول حاجة أحطها في الأثر بنج وزي ما قلنا أنتبع أنه ما تكون مثلا في الجهة اللي يعني لانا بشتغل فيها المفروض أن أكون مجهزة المحلول أشرح لكم كيف أعمل المفروض قبل ما أرسل ها لل لاب لا تحضر المفروض مع المفروض مثلا ما احتجت أي بيبر أي حاجة ما أستخدم أفصخ الكلفز وأعمل هاند ريجين وأمسك البيبر إف إكس بيش بلد أو بلد مجهزة ومجهزة المفروض لإنسان المفروض أبلغ صحة الموظفين طيب حب أتقطع معي المفروض أأخذ أي نسترمت هذا المنظر غير مقبول كما قلت لكم نحط على البيش ويلبس أو أنا ألبس المفروض وأكمل شغلي الانسترمت أفتح وأحب أحب أقول زياد أو كترول أفتح ما ينحط على نفس مكان الشغول بنفس البارية طيب أبغى أأخذ شيء من الدراورز لا ينفتح الدراورز بالغلافز حتى لو غلافز كلين والله غلافز كلين لا ما نفتح أبدا بالغلافز إحنا ما عارفين أني قبل أني كيف مسك وفرض أن أعمل هانت هاجيون وأفتح الغلافز أو أني مثلا أستخدم اللي هو البلاستي غلافز طيب أأخذ شيء من الدراورز هاخده بيدي لا يا أني أخذ بيزر أو أني ألبس غلافز جديد وأفتح أبأأخذ دينت الفلوس أبأأخذ بيرز أبأأخذ ثقيت بيبر ما أخذها بيدي فرض يكون فيه تويزر جوه وبعد ما نقلص برضو ذا بترسل لل CST طيب برضو بصدقنا حالتي كثير مشاكل بين CST وعياد الأسنان نحاول قد ما نقدر وايب أول بأول بالألكوحول بالتشو ما أستنى لما أقلص الباشنط وبعدين أمسح لا حينشف حسير مرة في صعوبة في مسحه طيب حابة أشوف أي إكس راي أبغى أشوف أي حاجة في فايل الباشنط نبر إني أقعد بالبيبي على الدسك تبع الكمبيوتر ممكن أسحب التشيري اللي استخدمت في عائلة رسلان قصتي في اليونت وأفسخ الكلفز وأشغل أستخدم الماوس طيب حبيت أسوي إكس راي المفروض أن أعامل لكل المشين طيب وأنا أقول لابس بي بي الليس لابس غلابس وماسك طيب أفتر تبيشنط خلصنا التريتمينط أخذ ألبس غلابس جديد وماسك جديد وبلس كل الانسترمنط في عندي كده بوكس أرجع فيها ما أحطها في السينك وأرميها وأقول بعدين لما أخلص نحاول يعني قد ما نقدر أول بأول نحطها طيب نبدأ أول شي بالشارب أنا دائما أقول لهم يا شباعة الخير أجي ألاقي حصل مع إصابة ليش بتنمها كده كلها وبتحط وبيحصل معاها إصابة بالشارب النسترمنط فنحاول قد ما نقدر أول شي نشير الشارب بعدين نبدأ بالنسترمنط التاري وحطها في الكنتينر طيب place non-sharp disposable items in the plastic lined washed container at the unit flush the air water syringe by high speed برضو نظر ما قلنا 20-30 seconds remove the entire surface covered أبدأ شير كل الباريير take and send the instrument to the SSD remove dispose of the disposable gown اللي استخدم to the patient remove the gloves and perform hand hygiene طيب زي ما قلنا avoid during the patient avoid hand basic of the sharp to the another patient نحاول قد ما نقدر إنه إحنا بي ourselves إنه إحنا نعمل لها ركب using one-hand technique place the dispostible sharp inside the sharp container هذا هو sharp container مفروض يكون معلق بالأيادة المفروض يكون ما يكون الحط على أي بنش مفروض يكون متعلق طيب وأنا أبدأ أشيك عليه الصحة العامة كمان بالشيك إذا مثلا تعب أكثر ثلاث أربع أفرض أبلغ الصحة العامة إذا ما جو أخده أبلغ الصحة العامة إنه مجي يأخذوا التكنيك زي ما كنا اللي هو وانها التكنيك هي إني مثلا إذا عندي هذا في العيادة أو إني مثلا أعمل كده support بأي بترية ممكن وأضغط السيرنج طيب رجي للشارب سيرفتي عشان أحمي نفسي من الإنجري أفويد دام البندن و بريك النيدل ما أحاول إني أعويجها أو أي حاجة أو أرجحها مكانها دام مثلا السيرنج اللي هو تستخدمها أربيها زي ما هي خلاص في الشارب كونتينر أفويد removing the needle from disposable medical series before disposable disposal use of the needle as soon as possible زي ما قلنا أول حاجة نبدأ نشيلهم for procedure involving multiply injection with a single needing the practitioner should recap the needle between the injection لما أحاول أحاول أعمل أحاول تفروض أن أعمل ركاب أكفلها قبل أحط anesthesia ثاني using the needle should never recap or otherwise manipulated by using both hands زي ما قلنا هنستخدم الone hand ها التكنيك وأفويد hand passing sharp to another person برضو زي ما قلنا نعيد ونزيد إنه نحاول أكفلها أول بأول ما أعطيها الاسيستن إنه هي بتكفلها أو ما سيكون في intel معايا في العيادة طيب management of the occupation exposure حصلت معايا إصابة إيش أسوي لا نستنى أول حاجة دون panic ما نخاف طيب ما أستنى لما الpatient تخلص أحاول أوقف الشغل أشير running water أتقولي squeeze لا don't squeeze don't squeeze أبدا don't squeeze طيب إذا كان بسلا في bleeding أحط كده قوس خفيف وأتوجه على صحة الموظفي هم حيوجهون بالإجراءات المفروض اللي تتسوق وبعدين بعدها نرجع لفكش control department عشان ناخد اللي هي ناخد دكتر ثانية وناخد عليها الـ OBR وعلى حسب السياسات في كل مركز طيب after the patient treatment شايفين المنظر هذا غير بقبول المنظر هذا غير بقبول المفروض أنه no repossessing for the instrument في العيادة لحد يقول أنه أنا هرجع أستخدم هذا الأدوات التصوير الشياء البلاستيك اللي هي دبن ديش هدا مفروض كلها ترسل للتعقيم التعقيم في أجهزة مخصصة لتعقيم الأجهزة هذه الاسبري الموجود في العيادة فقط للسيرفيس وليس لتعقيم الأدوات مفروض مفروض الكل يترسل للتعقيم تنحط في البوكس البوكس على حسب كل العيادة كيف أنتم تفضل الأدوات بس مفروض أنه ما تنحط بالsync واستنى مثلا لنهاية اليوم أو لنهاية الستشل لشي نرسلها للتعقيم طيب الكنتمنated items should be sent to the CSD as soon as possible زي ما قلنا مفروض أني بأسرع وقت أرسلها للتعقيم الهيث كير وورك المست وير البي والقلاب والماس to prevent the aerosol for the items will not be sent to the CSD immediately مفروض أن أحط عليها الاسبري المخصص للأدوات وأرسلها للتعقيم نهاية السيشن أو نهاية اليوم طيب في بأحيان بنلاقي على نفس الانسترمين tissue blood material debris هذه إحنا قلنا بس هادي الأشياء اللي بتفضل أو مثلا نفس السيمت زي ما وريتك مؤول السترمين should be removed from the contaminated by wiping or gloves sorry or gauze immediately قبل ما أرسلها للتعقيم عشان ما تنشف وتحصل وصير فيه صعوبة في إخراجها في cd cd صحب أحيان عندهم الترسونيك وسألترسونيك دا بيع مباحيان ما بدر استخدموها لكل الأدوات بتجرح الأدوات طيب مباحيان �� نجي بالنسبة اللي هو الكيس to the dental how to send the case to the dental lab سواء كان impression ولا cast طيب أنا عندي اللي هو Silicon Rubber والhydrical impression هادي موجودة كمان في نفس المانول تبع الدليل المزاري لعيادات الأسنان موجود في الpart اللي هو تبع اللاب كل ماتيريز عندي موجودة في اللاب كيف بعمل لها ديوليشن والأغلب بيستخدم مثلا Sodium hypochloride مفروض نعمل ديوليشن 1 to 10 ويمرجن بيكون 10 منت طيب ممكن بأحيان الأسيستن بتجهز الديوليشن هادة في كونتينر كده موجود في السنك أول ما ناخد الإمبريشن بتقسله وبتحطه في مدة 10 منت إليه ما نخلص التريتمين عندي ثلاثة تكنيك يعني هو زي ما قلنا هذا بقسل وحطه في الكنتينر اللي هو يكون فيه Sodium ها بيكون رائد مخفف وبعدين بعمله وواشن وبحطه بعدين في باوش وبترسل بالفروض الباوش هذا بيكون dry ما أرسله لللاب هو كده من روض أو إنه مثلا في نفس الـ Spray اللي هو Short Technique Spraying Technique سوري بحطه فيه برضو أقسله أبخه بعدين أحط عليه الـ Wipes وحطه في الباوش أو اللي هو Short Terms Emerging Technique أغسل وعمل أحطه تاني Emerge وبعدين أحطه في في نفس السيلة للباوش بأخذها هذه من نفس التعقيم أو من المستودع واشت وأرسلها لللاب هادي الصعن مفروض كلها تكون موجودة في العيادة عشان الـ Assistant عشان أي أحنا سيكون موجودة في العيادة يكون ملم بهذه الخطوات طيب نشي نتكلم على الـ Waste Management الـ Waste Management is the collection, transport, processing, recycling of the disposable waste material these items usually related to the material protected by human activities and generally undertaking to reduce the effect on health the environment and the aesthetics طيب هادي اللائحة اتوحدت للكل في عام 1441 بخصوص كيف قصل الـ Waste Management في المنشآت الصحية فسار الأصفر بنحط فيه هادي المفروض أنه بابو تكون من Fiction Control والصحة العامة موزع على جميع العيادات الأسنان وبياخدوا عليها Education Training في معرفة عملية الفصل فالمفروض هنا related للصورة دي بتشوفوا أنه الأصفر بنحط فيه اللي هي Socket Blood يعني أرمي فيه ما حد يقول لي أنه قام طار فيه نقط بلد لا مفروض يكون فيه Socket Blood يعني أحط فيه أو مثلا سلايبة طيب أحط فيه جوز السكشن طيب والبلاك بنحط فيه كل شيء طبعا ما عدا ما ححط أنه مثلا مأكلات ومشربات العيادة لا بس ما بنحط فيه الأشياء اللي هي زي ما قلنا فيها Socket Blood هادي غالبا التو كنتينرز اللي بتستخدم فعادات الأسنان اللي هي الأصبر والأسود طيب الوست منيش منت إيش الوست منيش منت اللي بتكون عندي فعادات الأسنان النن هازر هلتكير ويست جنرال ويست والهزر بيديك ويست والسايتو توكسيك ويست والشار ويست والفيكش ويست والهيومن ان بادي أور طيب غالبا زي ما قلنا في عيادات الأسنان بتكون عندي هادي الوست البلاك زي ما قلنا بنحط فيها أي النن ميديك ويست وبنحط فيها البيبرز عادي حتى البرير بنحط فيها بس زي ما قلنا الأشياء اللي فيها بلد بنحط في الأصفر وهذه هي الشار وبالإضافة بيكون في بعض العيادات كنتينر صغير بنحط في الأملقم أو الأكسيسيف متيريال زي ما تشايفين هنا زي ما قلنا الأصفر بنحط في الأشياء والبلاك بنحط في النن ميديك وبنحط في الأشياء اللي ما تكون تعرضت للبلد أو السلايفا أو مثلا حالات بيشنط مثلا شفناها اللي هي الـ بنحط في الأصفر الـ مفروض كمان يكونوا ملمين بطريقة الفصل الصحيحة طيب أنا عندي من الـ waste management الأملقم waste الأملقم capsules and extracted teeth اللي فيها الأملقم contain amalgam restoration بيكون فيها restoration amalgam should not be placed in the biohazard container infectious waste container or regular garbage ما حطها لا في الأصور ولا في الأصور مفروض زي ما قلت رأيكم في هذا container special بنحط فيها هذا بنحط فيه excessive amalgam ولا زي ما قلنا extraction teeth اللي معمول restoration amalgam amalgam waste should not be flushed down in the drain ولا تولك معملا أي غسل devices containing amalgam should not be rinsed under running water over drains or sink as this could introduce dintel amalgam into the waste streams all contact and non-contact scrub amalgam should be levied and stored in the separated area appreciated label container زي ما قلنا هذا container بيكون مخصصص 0 amalgam طيب بالنسبة لل extraction teeth and extracted teeth used for education بعضل as a student بياخدو لل education should be cleaned طيب of visible bloody that can feel across debris surface different disinfected and maintaining in dehydrated state and will constructed container with the skewer led to prevent leaking during during the transport the container should be labeled with the biohazard sample in the form of the device object used for the puncture or lacerated the skin. A sharp waist doesn't take one برضو عليها البيوهازار والcontaminated sharp and capable of the transmitting of the disease from the injection needles والبحث فيها كمان الorthodontic band الbears الblade السيوتر أي инструмент مثلا حصل معاها بروكين اللي هي بتكون فيها sharp and broken glasses بنحط في الشارب كونتينر وزي ما قلنا مفروض عليها لابل يتعامل لها من نفس الhousekeeping أو الصحة العامة اللي هم موظفين يكونوا مخصصين معاهم وبيشيكوا عليها زي ما قلت لكم مفروض إنها ما تعدي الثلاثة أرباء طيب في عندي كمان مع أنه يعني صارت أغلب العيادات فيها ديجيتال بس إذا في حال عندنا كان الفيكسر والديفولبر مفروض عليها مفروض عليها مفروض عليها نعمل لهم ميكسينج مع بعض عشان نحطه في كونتينر واحد وأتخلص منه الويس رايدوغراف الديفولبر and fixer solution should be stored in the lake proof كونتينر and collected by suitable license company بيكون لهم شركة مخصصة اللي هم مثلا البيوميديكال أو الصحة العامة بياخدوهم منكم في حال تتخلصوا منهم بس إني ما أتخلص منه أرمي أو أرمي نفس الـ solution في السنك أحطه في الكنتينر المخصص وأبلغ القسم المسؤول عنه طبعا المنظر هذا غير مقبول نفروض أنه إحنا زي ما قلنا الـ gown أعمله fold it وأضغط ليش زي ما قلنا الكنتينر هذي عليها وزنية وتاني حاجة عشان ما يعدي أي أحد وبيجي على نفس الملابس ولا هذا طبعا منظر غير مقبول زي ما قلت لكم مفروض أي شيء الـ gown بيتلف كويس وبينضغط طيب كذا صح ما يترمي أي papers والـ waste management زي ما قلنا الأشياء اللي يكون فيها socket لد أو patient كان airborne طيب هذا الدليل الوزاري المفروض أن يكون محدث وموجود على الدسكتوب في كل عيادة مع عيادات الأسنان للرجوع في حال أي أحد يحتاج يرجع لمعلومة تخص عيادات الأسنان مع fiction control مفروض أن يكون سهل الوصول لجميع المارسين الصحيين في عيادات الأسنان اليوم الريفرنس كان المحاضرة الريفرنس من المانول لعيادات الأسنان شكرا لكم وأشكر حضوركم المترجم للقناة